موسيقى مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مسيرة المؤمن ومرحبا كذلك بالأخ داود والأخ يوسف اللي غادي نشاركوا معنا في هذه الحلقة اليوم موضوعنا غادي يكون على المؤمن المسيحي وموقفه من الأمور اللي تفسد المجتمع أخ داود أخ يوسف مرحبا بكم شكرا أخ يوسف وش ممكن تقولنا شناء الأمور اللي ممكن تخلي المجتمع دينا فاسد يعني كان بزفة الأمور اللي تخلي المجتمع نقولوا عليه أنه مجتمع فاسد بالإضافة للأمور العادية اللي كان نعرف بأنها من مظاهر الفساد الأخلاقي مثلا انتشار الفساد السرقة الجرائم فبالإضافة لهذا الشيء كالقاو أيضا أمور أخرى اللي هي داخلها في المجتمع مثلا انتشار الرشوة انتشار المحسوبية انتشار استغلال النفوذ أو المناصب انتشار الظلم الاجتماعي فكل هذه الأمور مع بعضيتها لما تجتمع كنقوله بأنه هذا المجتمع هو مجتمع فاسد الأخ داوت نشوفه بأنه ما كان حتى مجتمع اللي هو كيف ما تقوله ما فيش الفساد علاش المزيال اللي قلتي ما كانتش مجتمع لأنه من واحد ناحية العالم كله هو فاسد ما نقدرش نقول هذا المجتمع هو فاسد إنما كان الفساد في هذا المجتمع كان الفساد في العالم كله فاسد علاش لأن الكتاب المقدس يعلمنا بأنه بسبب عسيان واحد اللي هو آدم دخلت الخاطية إلى العالم وبدخول الخاطية دخل الموت وهكذا انتشر الموت على الجميع لأن الجميع أخطأوا هذه شريعة الله اللي كتقول قانون الله حكم الله اللي كيقول الإنسان هو خاطئ ضايع الآن كل مجتمع كيسمح ببعض الأمور الفاسدة علاش واش لأن سلطات فاشلة واش لأن المجتمع اللي حاولت تغيره غادي ينود الفوضى والسيبة مثلا السخت اللعنة في المجتمعاتنا العربية احنا متعودين أو العرب متعودة باش تلعن بعضها بعض مستعملين اسم الله فهذا تجديف هذا نقدر نزيده في لائحة الشيء اللي يفسد المجتمع كانين أمور الزينة منتشر نشوفوها في الأفلام في المصرحيات نسمعوها حتى في الأغاني كانين أغاني فحشة يعني فاسدة بالكلمات بالحركات المجتمع كي يسمح عدة أمور باش يبقى نوع من السلام كما كان كي يقولوا الرومان بكري أعطي للشعب الخبز والرياضة باش يخلينا موقرين يخلينا ترانكيل علاش كي نالفساد احنا نحب نقول الله كي يحب العالم الله كي يحب الإنسان وكي يدعوه إلى التوبة والإيمان كل يوم بل كل لحظة الصوت الله نداء الله كي يجري على الأرض كي يجري بين الناس باش الإنسان يسمع ويتوب ويترك عليه هذو الأعمال الفاسدة بالأفكار بالكلام بالمعاملات بالسلوك وما يعشر حتى هذوك اللي كي يديرها هذا المزمور الأول مثلا كي يقول إلا اسمحة نقراه هذا مزمور عظيم في كتاب المزامير ديال النبي داود كي يبدأ بكلمة طوبة معناتها سعدات الإنسان لما يجلس مع الأشرار إلى آخره فيقول كلمات طيبة جيدة في كلمة الله عندنا العلاج في كلمة الله كما جاتنا في الكتاب المقدس عندنا الغلبة عندنا التطهير من هذه الأمور لأن كلمة المسيح هي اللي كتطهر الإنسان من هذه الأفكار الفاسدة كما هو مكتوب إن كان أحد في المسيح الأشياء القديمة رأى فاتت ها كل شيء صار جديد لمجد الله بيسوع المسيح يعني الابتعاد عن الله هو اللي تخلي نفس صح هو مشيء ابتعاد عن الله رحنا مزيودين مبتعدين عن الله كشيء كانت تولدوا به موجود فينا طبيعيا يعني مشيء الإنسان كيتولد هو مع الله ويجي واحد للمرحلة في حياته كيقرر أنه يبعد على الله هو أصلا مولود بعيد على الله لأنه من النهار كيفتح فمه وهو كيقلب غير أنا أنا أعطيني أنا بغيت أنا كل شيء ما هو لجسد لنفسه ولا مرة كيفكر أشنو بغى الله وحتى لما كيجي باش يفكر أشنو بغى الله ديك الساعة كيكون بحلى كيشوف الأمور اللي كيديرو والآخرين باش يسد الجانب الروحي أو الضمير اللي باقي صاحفي باش يسدو فكي يعمروا بتقوص وتقاليد وأمور دينية وممارسات دينية اللي كي يفكر بها بأنه عنده قرب من الله لأنه كيعمل هذا التقوص في حين أنه قلبه من الداخل هو بعيد على الله فالمجتمع لأنه كيتكون من جموعة ديال الناس كلهم بعد على الله الله نفسه كيقول في المزمور 14 بأنه الله من نفسه كيطل باش يشوف واش كين شي فاهم اللي يقلب على الله قالك ملقاش الكل فسدوا ورجسوا ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد ملقاش ولا واحد اللي يعمل صلاح فالمجتمع هو فاسد بالدرجة الأولى للسبب الرئيسي في فساد المجتمع هو الإنسان لأن الإنسان هو فاسد بطبعه فإذا باش يتصلح المجتمع لازم يتصلح الإنسان ولكن باش يكون المجتمع ككل يعني صالح لازم يتصلح جميع العناصر جميع الناس ديال هذا المجتمع يتصلحوا وما كيش طريقة أو وسيلة للإصلاح إلا أنه ميجو عند الله لأنه الله هو القدوس وهو اللي يطهر هو اللي ينقي كي نقينا فهو عمل الخطة وضع وعطاها هذا الرسالة في الكتاب المقدس كيف الإنسان ينقي طريقه ينقي نفسه أنه يجي عند الله يعترف بدونوبه يقبل أنه المسيح مات يعني مات على قبله لأنه مات في المكان اللي خاص يموت فيه لأنه يقول النفس التي تخطئ تموت فالمسيح يخضر العقاب فلما يجي عند الله ويأخذ الغفران دي الله الله يعاود تشكيل حياته من الداخل وبالتالي يقول إنسان جديد الأمور العاتيقة قد مضت هو الكل قد صار جديد وانتو ما تتحدث ونتظر أن الرشوة بدت نفكر في الأمور اللي حكيت وانتنفكر في الرشوة شفت أن الرشوة بأنها يمتشر بثاف ولكن كان واحد النوع آخر من الرشوة اللي للأسف موجود هي أنني أنا مثلا مش عندش حد اللي نعرفه مثلا متديين أنا مثلا نحضرش على الناس المؤمنة المسيحية ونعطي الفلوس باش يدعي من أجلي يعني بحالة الرشية نعطي الفلوس باش يدعي من أجلي باش الرب يبركني ولا شي حاجة يعني للأسف نستعمل هذه الرشوة في كل شي حتى في الحاجات اللي مخصناش نستعملوا فيها وهذا وهم وباطل وديعة الفلوس وديعة الوقت ولوم للنفس مظهر للنفس لأن هذا وهم من تقاليد تقاليد وعادات المجتمع نجبره منتشر في بلدنا للأسف شديد فإذا الشخص مرأة أو رجل يبحث على براكة الله ما عنده علاش يمشي لأي مسمى ولي أو سيد أو نتلقبار في السين أو سيدة أو أي شيء طلبوا الله مباشرة الله المحب راح وضع لنا باب مفتوح يسوع المسيح هو الباب لأنه يقول أنا هو الباب اللي يدخل من هذا الباب يدخل ويخرج ويجبر مراعي خضراء يعني يجبر البركة يجبر الهناء يجبر السلام حتى لما تكون عنده الصعوبات ما عنده علاش يخاف لأن المسيح المنتصر هو معنا هو اللي غلب الشيطان المسيح غلب العالم لأننا ما فيه خطية المسيح غلب الموت فما عندنا علاش نخاف من يسوع المسيح ولا أن نمشي نضيع فلوسنا ونسمح لنفسنا تبقى خاضعة لهذك الناس اللي هم نفسهم راهم كتفين ومرطبتين مربوطين بالأرواح الشريرة فخصنا نبعد من هذك الناس تحب الله يباركك طلب الله مباشرة طلب المصالحة مع الله أولا نفحص نفسك تأمل في نفسك شوف أنت حالتك في عدالة الله كيفش أنت كتكون المجتمع فاسد أو كين الفساد في المجتمع كين الفساد في العالم نحن ما نقدرش ما كان أي واحد اللي يقدر يغير العالم والمجتمع بدأت تغيير فيك نتا أولا غير حياتك نتا وحدك وراك ما تقدرش الناس كانت تتكلم عن التوبة التوبة الحقيقية هي المقبولة عند الله هي اللي بيسوع المسيح اللي هو يرفع الخطايا دينا والعقوبات لها ويعطينا السلام مع الله فغير حياتك الله رح أعطاك الوسيلة باش تغير أما تعيير العالم هذه مسألة تمس الله وسلطانه وقدرته المسيح يسوع غادي يرجع باش يجدد كل شي لأن في العالم دابا كينين أشرار اللي غرضهم غير الربح استغلال الضعفة استغلال الأطفال استغلال النساء كي يحبوا الغش ما يحبوش الحياة دير اللي تدير راهم حرقوا الضمير ديالهم كواوه بحال الأرض محروقهم بالشمس عامره غير حجر وشوك ما تنبت حتى حاجة ضميرهم محروق المسيح قال بعد بأنهم بعض الناس ما يقامنوش ولو يشوفوا وحد قام من الموت فالتغيير خليه يبدأ فيك انت ما تتهم ولا تحكم ولا تلوم ولا تكره كنين بزاف الناس في العالم اللي كي يستعملوا العنف لأنهم شافوا الباطل في العالم جيد أنهم شاهدوا الباطل وعرفوه لكن الباطل ديالهم هو أنهم كي يستعملوه العنف فما تقدرش تعالج العنف بالعنف مستحيل لو كان هذا صحيح لا أهلكنا الله لكن حاشا الله كي يحبنا ويبغى ينقذنا من الشرير راح أعمل هذا بيسوع المسيح اللي آمن به ينجا أتسمحي نخلو أعزائنا المشاهدين مع فاصل قصير ونعود بعد الفاصل نعود مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع برنامج مسير المؤمن ومع ديوفنا الكرام الأخ يوسف كيف ما تنعرف لقيحة الأشياء اللي ممكن تفسد المجتمع هي طويلة بزاف بغينا نعرف شنو الموقف المؤمن منهم يعني هو طبعا ما غديش يغيش ما غديش يخداع ما غديش يسراق ولكن هو كيف يتعمل مع هذا الشيء هو مخصوص يشارك في هذه الأعمال لأن أعمال الظلمة هو انتقل من الظلمة إلى النور كل أعماله لازم تكون في النور كل أعماله لازم تكون نبعه من روح الله الروح القدس والروح القدس هو كينتج فينا ثمار وهذا الثمار هي الفراح المحبة السلام الصلاح الأمانة الودع طول الصبر يعني طول الآنات والتعفف والتعفف هو ضبط النفس يعني الأمور اللي كينجارف لها المجتمع والناس كينجارفوا لها هو كيو اللي عنده قدرة أنه يتحكم في نفسه أنه ما يسراق ما يشتهيش الأشياء ديال الآخرين ما يحسد ما تكون عنده يعني كل هاد الأمور اللي هي في الإنسان واللي كتنبع أصلا من الكبرياء لأنه المشكل الرئيسي ديال الإنسان هو الكبرياء والكبرياء هي خطيئة إبليس أنه إبليس فاش سقط هو كان عنده كبرياء وبغي يعلي السلطة دياله فوق الله في النتيجة أنه سقط وهو بهذا الكبرياء بهذا التجربة دياله هي اللي كي يجرب بها الناس كي يحاول ما أمكن يزرع فيهم الكبرياء أنهم يتكبروا أنهم لذا كيبحثوا على السلطة شكون اللي يكون عنده السلطة شكون اللي يتحكم شكون اللي وفي سبيل هذا الأمر هم مستعدين أنهم يدوسوا على كل الناس لكن المؤمن يعرف بأنه مشي السلطة هي المهمة في الحياة المهم عند الله هي المحبة يعني أنه الله محبة والله أيضا لما كيتصرف معنا كيتصرف بالمحبة فهو خصو يكون يعطي المثال ويكون شهادة للمسيح بالمحبة أنه يبعد ما يشتركش في الأمور عجبتني الآية اللي يجبت الأخ داود قبل شاركه معنا في المزمور طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وما وقفش في طريق الأشرار ولا اجلس مع الناس اللي ممزينيش فمزين أنه المؤمن يحسن حاله ويعرف أنه ما يشاركش في أعمال الظلمة ولا يخليها تأثر عليه يبقى دائما هو نور في المكان اللي الله حضو فيه كان واحد ظاهرة اللي هي خيبة بزاف من النميمة والاغتياب يعني تقريبا كل شي في هذا العادة فشنا هي النميمة والاغتياب يعني الدقم جيم نحن نقول في البلاد هذا شخص رجل ومرأة ما يقدروش يربطوا لسانهم والكتاب يقول على اللسان بأنه عضو صغير في الجساد لكن فعاليته كبيرة هو بحل وقيدة ظلمة نقوله الشرق مثلا في المغرب وقيدة كتقدر الشعال عافية في غابة والضرار الخسارة كبيرة هذا غير اللسان اللي يقدر يوضع عليه الجام أراها ضبط نفسه لكن صعب يقول كذلك واحد المثل في الكتاب المقدس بأن كلام النمام هو بحل كيجي حلو في البداية بحل الفانيين بحل الحلو وكي ينزل حتى للقاع للبطن للقرش لأن الواحد كي يسمع حاجة كيميل ويدنيه وكي بغي يزيد يسمع آه بالصح قولي 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 وكي بغي والآخر كيمشي يعودها يعني فيه غير ثرثرة كي يقم وهذا كم قيم كذلك كان جبروه حتى في القديم هذا من الأمور اللي كغضب الله في الواقع كان جبروه في القديم عند بني إسرائيل بعدما خرجهم من أرض العبودية في مصر كيفاش كانوا كي يجمجمجوا على الله كيفاش كانوا كيتمرضوا على الرب المخلص ديالهم الملك ديالهم وكان كي يعاقبهم فالله ما كي يبغيش هاتشي يكون بين أولاده اللي أعطالهم الإذن والحق بل ولدهم ليه بواسطة كلمة الحية أروح القدوس حتى نسميه والناديه أبا أبانا ما يسمحش لنا أن تكون فينا هاد النميمة أنني نسمع من هذا ضد خويه أو أختي ويعجبني كلامه باش نحكمه أو نعاقبه أو نكرهه أو نهمشه هادك لا ما خاصش كون فيه هاد الأسلوب أنا للمسيح هادك الأمور اللي وردتها من المجتمع اللي جبرتها في المجتمع بالطبيعة لأن الخطيئة هي موجودة في كل مجتمع جات مع الإنسان ما خاصهاش تبقى فيها شوية بشوية خاصني نقلحها بإسم يسوع المسيح المؤمن المسيحي خاصه يتحمم كل نهار بكلمة الله كما نمشي للحمام أو للدوش أو نغسل كل مرة خاصنا بكلمة الله بالدعاء والإيمان والثقة نطلب الله بإسم يسوع المسيح أنا مدابية الله يوريلي عيوبي لأنها هادك العيوب مرارة مني نتبان نقطحها ننترها باش 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 فيها أنا مدابية شخص صديق أخ أو أخت يجي لعنى يقول لي داودر أنا شفت فيه كل شيء اسمعت فيه كل مدابية واحد يجي يصلحني لكن أنا نعول ونعتمد على كلمة الله لما نتأملها ونقرأها وندرسها كاحدة طبيعة القديمة اللي فيها خاصه تبقى علاش تبقى فيها مسيطرة عالية وأنا للمسيح ملك الملك خاصني نبقى ديما نقي لمجد إلهي ومخلصي طاهر في كلامي لما نعطر أو نعمل غلطة ما يهمش ما خاصنيش نتهم نفسي ونحكم على نفسي الله هو وحده اللي يحكم اللي يتهم هو إبليس اللي كيفشل المؤمن والمؤمنة كيقول له لا راك أنت مازال والله ما كيحبكش أو كيفشل أو كيقول عاودتني راك درتها أو راك فكرت فيها كيجيب تلك الأمور الخايبة القديمة كيذكرها لنا هنا بإسم يسوع المسيح نقول له بعد آمين بعد أنا حياتي هي ليسوع المسيح لا لغير ليسوع المسيح هي بالزابة الأمور تتصد المجتمع دينا ولكن كان الوجهيات الوجهيات ولا تستغل النفوذ ديالك ولا تستعمل رشوة باش نتزرب واحد طلب نتقدمتي وطلبة اللي قبل منك سيتأخروا بسببك فاحنا اشنو خصونا نقوله المؤمنين في هذه الحالات المؤمن هو خصو يكون سبار ويسبر ويجريش الأمور اللي كي يجري لها المجتمع يتسنى يعرف بأن الأوقات والأزمنا هي في الدين الله إلا كان حتى طلب يعرف بأنه الله هو مقابل لك الطلب غادي يدي غا يوصله غادي يجيبوليه في الوقت المناسب وما يتسرعش ولا يقول لا باش يكون عندي الوقت وهذا خصونا بشي ونقدم واسميته نعرف بأنه بزفة الأمور من هذه تعتبر كامتحان لإيمان المؤمن أنه يبقى دائما محافظ على الإيمان دياله محافظ على الطهارة دياله محافظ على النقاوة دياله فإذا هو حط طلب أو بغاش حاجة والناس كلها تسعمل الطرق الملتوية باش تاخد ديالك الأمور هو يبقى محافظ على الرصانة دياله على أنه ما يشتركش في هاد الأعمال ديال الظلمة لأنه الله من بعد كي يبارك الله كي يبارك ممكن ناس تانيين خداو هاد الأوراق بطرق ملتوية ومن بعد بشوق في الأخير منفعتهم بواله وخسروا غير فلوسهم لكن المؤمن لما يستنى ويجيه الجواب في وقته فلما يدي هذه الأوراق المكان آخر يجب أن يبارك ويجب أن يبارك ويجب أن يستمر في الطريق دياله فيعرف المؤمن بأن حياته هي بين الدين الله والله هو اللي متكفل بالمستقبل دياله وهو اللي عارف كل صغيرة وكل كبيرة عليه يبقى دائما تابت كان ظاهرة وحدة أخرى هي في الغش حتى لدرجة أن الناس ما بقاش تطيق مثلا تشري شيء حاجة لما تتعرف كل ما تبيعها لا تستطيع تشري من عنده لأنه يغشك إما يغشك مثلا أن تكون حاجة قديمة ويقولك رهها جديدة إما يغشك في الصرف تمشي شيء مصلاحة يقدر يغشوك الغش والله يعني بزاف موجود حتى بالنسبة للتلاميذ وطلبة فهما تغشوا في المتحانات باش ينجحوا ما تتسولهم عليش تقولك تقول المثل من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقية في قسمه يعني حتى أعطوا حل باش يحلوا لهذا شيء فحنا شنقول المؤمن بالنسبة للغش الغش هو خاطية خطأ ما خصوش يكون فينا لا بالكلام لا بالمعاملات بأي طريقة ما خصوش يكون فينا نتكلمه بوضوح بصفاوة يعني بلا خداع بلا ما نروخش بالكلام أو نقول حاجة ونفكر في حاجة أخرى هذا رياء هذا نفاق ما خصوش يكون فينا هذا من الكذب فالغش كيف ما كان نوعه ما خصوش يكون فينا لا في كلمنا لا في معاملاتنا لا مع نفسنا لا مع أحبائنا هذا الشيء ما خصوش يكون مع الأحباء في البيت ما خصوش يكون مع الزملاء في العمل ولا في الحانوت ولا في الشارع ما خصوش يكون أنتم ملح الأرض يقول المسيح أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض إذا الملح فسد من ملوحته آش بقاله يترمى في الزنقاء والناس توطع عليه تمشي عليه والنور ما تقدرش تشعل البولة أو قنديل وتحطها تحت تحت الطابلة تحت الميدة فإحنا خصونا نكون هاد الممثلين دي يسوع المسيح في المجتمع دينا صفراء المسيح وخاصنا نكون كما في حضرة الرب شخصيا معنا ما عندنا علاش نراوخ في الكلام ونلعب ونغش لا حتي لشخص في الحانوت غشني وأنا لاحظ نقول له الشريف أو سيدي دير حسابك عاود حسابك ربما العكس كي يحدث أنه هو غلط في الحساب وعطاني الصرف زيد نرجعه له الرجع له الصرف دياله علش نديله صرفه يعني ما خصشنيش نغش أو نخلي لآخر يغشني ولا حتى كانين شي ناس اللي كيغشوا غيرهم بالتعليم لسي معنى الله كي يجيبوا واحد الكلام بليغ كي يجيبوا واحد التعليم رفيع من دكش وكيغروا الناس بالتعليم هذا عملوا حتى إبليس يعني كيغر الناس كييجيهم ملك النور لأن غرضه هو أنه يوقع بهم في حفرة لأنه هو طيح فيها فالغش ما خصوش يكون في المسيحي اللي يتسمى بإسم الرب واللي عليه خاتم الروح القدس عربون له اللي به إحنا إخوة ونطلب الله ونقول أبا أبانا هذا الغش بأي طريقة كيف ما كانت ما خصوش يكون فينا تقدر تقدمنا نسيحة قصيرة للمشاهدي الكرام يعني المشاهدي الكرام والخصوص المؤمن الجديد يعرف بأنه الله النقد من حياته اللي كانت قبل باشي ولي هو نور وملح في المجتمع اللي كيعيش فيه أنه يعيش بحسب وصايا المسيح ويخلي ذيك الرائحة المسيح الزكية تفوح منه فصل المجتمع دياله وربما يكون هو سبب بركة لكل اللي حاوليه يسولوا على سبب الرجاء اللي فيه ويبشرهم ويخبرهم على الطريق اللي بيها أيضا يصلحوا نفسهم كما هو حياته تصلحات صحيح تنشكرك الأخ يوسف من أجل هذه النصيحة وتنشكرك الأخ داود على التوضيحات اللي قدمتنا في هذه الحلقة وتنشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وما تنسوش أنكم ممكن تصلوا بنا فتصلوا بنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر